زي ما يكونوا مخطوبين مثلاً ونفاركش في واحد تخلى عن التاني والتخلى ده بيعمل ألم ووجع وهو علامة على العلاقات المسمومة فإيجي واحد يتخلى لا حس ولا خبر مرة واحدة يختفي فالتاني يجنن مرة واحدة طبعاً أنا مش بقول إنه تعلق الإنسان بالشخص ده كانت حاجة كويسة بس هو اختفى لو فيه أي نوع من أنواع التقدير هو استهلك البناء دم ده الإنسان نفسه بيحس إنه هو مستهلك أنا طبعاً ما بحبش الناس تكون فيها هشاشة بس حتى لو هو هش الإنسان الآخر لابد إنه هو يراعي مشاعب لازم يكون المسألة إنهاء أي علاقة أياً كانت يكون بإيه بشكل مرضي بشكل فيه احترام الإنسانية الإنسان وعشان كده من أكتر الحاجات اللي بتسبب فساد العلاقات وتجعلها مؤزية ومسمومة فكرة الرفض سواء كان رفض حقيقي أو متأهم سيدنا أبو بكر كان معروف بالعلاقة الكاملة فكان لقب أبو بكر النس صديق ليه؟ كان معروف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان بهذه القضية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي وعشان كده من حاجات غريبة برضو اللي بنشوفها في العلاقات المسمومة العلاقات الترانزيت يعني إيه العلاقات الترانزيت؟ هذه العلاقات اللي بيعملوها الناس عشان يأخذوا بعض الحاجات من بعض وبعدين يسيبوا بعض من غير ما يلتفتوا إلى أني أثر هذه العلاقات تعمل إيه؟ علاقات الترانزيت ديه زي العلاقات اللي بتتعمل على وسائل التواصل الاجتماعي وساعت بالتعامل في أرض الواقع يعملوها بعض الناس كمكملات للجواز زوجته مش فضياله فيروح يتكلم مع واحدة تانية ولا زوجها مش فضيلها فيروح تتكلم مع حد تاني دي علاقات مسمومة والعلاقات دي بتعمل إيه؟ بتدمر إنسان قل هننبئكم بالأخسرين أعمالة الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع ده سم عارف في العلاقات دي بيحصل إيه؟ بيحصل إنسان بيفقد إحساسه بأن الله يراه فيتسمم قلبه بمرض إنه لا يجعل الله ينظر إليه بيقول لكم حاجة ساعاته هو بيمارس العلاقة الترانزيت دي بيتعمد إنه هو كل ما ضميره يوجعه يبعد ضميره عن الطريق اللي بتاع العلاقة دي عشان تفضل علاقته علاقة إيه؟ يقدر يستمر فيها ونفسه الأمر بالسوق تساعده علاقة مسمومة بيتسممك إنت أولا قبل ما تسمم الآخر وعشان كده علامة العلاقة المسمومة إنها تخرجك من إنك محل نظر الله وتعملك إيه بعد ما تخلص بقى؟ تخليك تخزل الناس والعزو بالله وتسيب الناس وتخزلهم فهي علاقات مؤذية للطرفين ليك ولغيرك وإزايك العلاقات المسمومة دي يا سادة في ناس كتيرة بتعتبر إن أنا والله أنا مستعدة أتحمل السم ده بس الطرف الآخر ما أنت سممته سممته وإنت مش عارف أقول لكم من علاقات المسمومة إن فيها واحد نظر إلى نفسه وما نظرش للطرف الآخر إن واحد يقرر إن هو يطلع حد من غير سبب فيسيبه ودمغه تشت أنا أحسنت إليك تطلقني إليه من غير سبب أنا أحسنت إليك تطلقيني إليه من غير سبب لأن هي افتكرت آه نسيت أقول لكم إن السم ده تمكن أن يبقى سمي ذاتي افتكرت إن هي هتكون أحسن لما تطلق هتكون أكثر انطلاقاً وممكن تشوف حياتها مع حد تاني طب والزوج ده أساكي أبداً فأنت طلبت الطلاق ولذلك ملعون الإنسان اللي يعمل كده لأنه هو في الحياة بيأزي الإنسان الآخر لما واحد يطلب الطلاق لما واحد يطلب الطلاق من غير أي سبب أو واحد يطلق من غير أي سبب ده مؤذي ده شخص مؤذي يعني بيخلي الإنسان يفقد الثقة في الحياة أنا أعرف ناس كتيرة السم ضرب حاجات كتيرة في حياته ضرب علاقتهم بربنا ضرب علاقتهم بالتدين هقول لكم حاجة وده مش مبرر ولا دي حاجة خفية يعني من بعض السموم اللي أنا شفتها إن بعض الناس ده محد يكون متدين ودي زاهرة في مرة نتكلم عنها إيه اللي حصل فلما يسيبها أو بسأوهير السبب طبعا ما مبررش الكلام ده 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 نوع من أنواع لها الشاشة يروح متراءة تروح عامل أي معصي يطلقها فتشرب يطلقها فتخلع الحجاب يطلقها فتعملوا ارحموا بعض علاقته أكتر حاجة أنا بأ لما بأسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أكتر حاجة بحس إنها تباني إن احنا بنرحم بعض فيها أرجوكم ما تسمموش العلاقات اللي بينكم واحد يقول لي وإحنا اللي بنسمم معلاقاتنا أيوة إحنا اللي بنسمم معلاقاتنا أول سم بنسمم بيه العلاقة هو السم الإيجو الزات الأنا وزيك حضرت النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي الإيجو السم الثاني السم الشهوة واحد يروح يسمم علاقته بزوجته أو تسمم علاقته بزوجها عشان شهوتها أو عشان شهوته فيروح يعمل شهوة وبعد ما العلاقة تسمم يجي عيط عاوز بالله من الشيطان الرجيم بعد إيه بس على فكرة أنت ما سممتش علاقتك بزوجك بس أنت ما سممتش علاقتك بزوجتك بس أنتو سممتو كمان أولادكم استفدتوا إيه؟ ولا حاجة وقد يكون السم في الحقيقة سم كمان خارجي لما نسمع كلام الأهل والأصدقاء وهم بيسمموا علاقة وتبقى مصيبة بقى لو الثلاث أنواع من السموم اجتمعت على فكرة في سموم بيبقى موجودة في الإنسان وما بيبقاش عارفة زي يسمي أن واحد بيحب اللزة حب المتعة واحدة ما تعرفش غل نفسها فدوة محتاج تسكية محتاج تربية وعشان كده تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا مفروض نعملها عشان نتخلص من سموم العلاقات أول حاجة لو سمحتو احنا مخلوقين ليه؟ عشان عبادة والعمران والتسكية بدون ما كل حياتنا يدخل فيهم التلاتة بدون ما أنا في علاقاتي أبقى عابد لله وبدون ما في علاقاتي أكون معمر وبدون ما في علاقاتي أكون بسعى إلى تسكية نفسي أنا بضايع حياتي وعشان كده لازم في العلاقات نعتبر العلاقات جزء من التسكية لازم نعتبر العلاقات جزء من الايه؟ من التسكية ايه بقى جزء من التسكية؟ يعني كل علاقة لازم تخليني أتخلى عن القبيح وأتحلى بالمليح نفرز علاقاتنا بقى ولزلك أول إجراءات لو سمحت افرزوا علاقاتكم وشوفوا ايه العلاقة المسمومة وتخلوا عنها افرزوا علاقاتكم وشوفوا مقدار السم في العلاقات وارجعوا خلصوها من مقدار السم ده لأن فيها علاقات ممكن تتعالج عشان ما تتحولش إلى علاقات مسمومة تالت حاجة بقى يبقى قلنا إن احنا نفرز العلاقات قلنا كمان إن احنا في العلاقات نخلي بالنا ونخلي العلاقات جزء من التسكية الإجراءات الثالثة نعمل إيه؟ فيه إجراء معلوم وقالية حلوة قوي قوي اسمها قلية وضع المرآة إن أنا أحط قدامي مراية في علاقاتي مع الناس يعني هل ترضى وإنت بتعامل الناس دي إن انت تعاملهم إنهم يعملوك بنفس الطريقة يعني هل ترضى ده لنفسك ولا لأ؟ هو ده تحكيات وضع المرآة إن أنا أشوف نفسي راضي لنفسي ده لأ بتحبوا النفسك ولا ما بتحبوش؟ لو بتكرهوا النفسك ما تعملوش؟